والآن إلى أحلام وأخبار الطقس أهلا بكم محمد شكرا أهلا بكم مشاهدينا بداية سأبدأ وياكم من خبر من صحيفة سبق السعودية الإلكترونية أن هناك أخبار عن أمطار بردية تكسو قرية العمارين بميسان بالحارث يوم أمس وكانت تتركز بكثافة في منطقة العمارين يوم أمس هناك كانت هطول لأمطار وعملت على سيول الأودية والشعاب وهناك توقعات للأرصاد الجوية أن تستمر هذه الأمطار خلال 24 ساعة القادمة سأنتقل وإياكم إلى الأقمار الإصطناعية وشرق المتوسط كما تلاحظون هنا أن هناك تمركز كبير لهذه السحب على أجزاء متفرقة من شرق المتوسط المناطق الشمالية والمناطق السحلية لمناطق مختلفة من شمال المتوسط ستشهد أمطار غزيرة وستشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة العراق كذلك المناطق الشمالية ستكون هناك تمركز كبير لسحب رعدية ركامية قادمة من المسطحات المائية باتجاه المناطق الشمالية سيمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية للعراق إذا نظرنا إلى حركة الغيوم التي ستسببها هذه حركة السحب ستؤثر على المناطق الوسطى للمملكة العربية السعودية ولكن في المملكة ستكون فقط هناك حركة غيوم ليس لها أي تأثير وليس هناك انخفاض في درجات الحرارة شرق المتوسط ستكون هناك حركة لغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وأجزاء متفرقة من دولة الإمارات ستشهد حركة غيوم خلال اليومين القادمين حركة الرياح ما زالت تؤثر فقط هنا باللون الأحمر فقط على المناطق الشمالية للمملكة العربية السعودية مثل الجوف وعرعر وتبوك وغيرها من المناطق وأيضا المناطق المطلة على البحر الأحمر كما تشاهدون هنا ستكون هناك حركة سريعة وستعمل على إثارة الأتربة والغبار وأجزاء متفرقة من دولة الإمارات إذا انتقلنا إلى درجات الحرارة للعراق المتوقعة لهذه الليلة سيكون هناك انخفاض في المناطق الشمالية فقط المناطق الوسطى ستتمتع بتقلبات مناخية وكذلك منطقة الخليج العربي سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل فقط